اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان قلبه مقاصح وما امنوش بالمسيح وماشي عاها تشيو كان هاد القادة والفقية تفقوا بيناتهم وتهموا المسيح باش يقدموهن المحكامة وهيدك كان نفضوا الخطة ديالهم وسلموهن الحكام اللي عراواه وضربوه ودارولو تاجد الشوك وحطوه له على راسه وضحكوه بسقو عليه المسيح كان قادر يوقف هاد التعدو لكن هو كان عارف باللي المجيد يالون هاد الدنيا على هاد شي جابش يكون الخروف الدبيحة اللي كتخلص على الدنوب والمعصية دبنادهم كله ويتحمل فداته الاعداب اللي يستهلوه جميع المذنيبين بحالي وحالك العسكر دو يسوع المسيح وصمروه على صليب دلخشب ووقفه صليب والمسيح مصلب عليه وبقى هيداك حتى خرجت روحه وكانت هاد الطريقة للاعدام ما كيحكموش بيها غير على المجربين الكبار وكان مصلب مع المسيح جوجد الشفارة كيما مكتوب في النبوة المسيح ما كان داير حتى شي حاجة ولكن اعطى نفسه علينا احنا يلي كنا نستاهلو الموت ماشي هو بالحق هو مات في موطع كل الباشر اللي كانوا عايشين في الوقت اللي تصلب فيه وفي موطع الباشر اللي عايشين دابا واللي غادي يجيوا من بعد ولكن بشرط يأمنوا ويقبلوا دبيحة للمسيح لغفران دنوب المسيح قدم نفسه دبيحة كاملة ما فيها حتى شي عيب خلص الدنوب دل باشر كاملين على هاد شي الله قال باللي العدد الدبايح على الدنوب تسالات وما بقات شي صالحة من بعد دبيحة ديسوع المسيح العديان دي المسيح ليجاب لهم الله تهنوا منه لكن المسيح من بعد ما مات ودفنه في واحد القبرد وواحد الراجل لباس عليه كان شاريه باش يتدفن فيه هو من لي يموت يسوع المسيح قام من الموت يعني حياه نهار تلتي ايام واللي ساق الخبرد القيامة ديالو هم وحد رباعد النساء اللي يمشون القبر من بعد السبت حيث حرم على ليهود يديرو شي جغول نهار السبت مشاو باش يرشو تكز داد المسيح بالعطار ويحنطوه وهدي عادة كانت عند ليهود هاد نساء تعجبوا بزاف من اللي يشافوا الحجرة اللي كانوا شدين بها القبر محيدة والقبر خاوي وزادوا تعجبوا هي من اللي شافوا جوجد الملايكة اللي قالولهم باللي يسوع المسيح قام من الموت من بعد ما قام المسيح من الموت ورى راسه يعني ظهر نواحد جمعت الأتباع ديالو واهضروا كلامعاهم لكن واحد من التلامت ديالو اسميته تومة سمع باللي المسيح قام من الموت وهدي تلميذ شك وما تقشي وقال إذا ما شوفش تتقابد المصامر في يده يعني في يد المسيح وندير يدي فيهم ما انتقش وما امنش المسيح حن على تومة وبان وظهرني الأتباع ديالو من اللي كان تومة معاهم وهضر مباشرة معاه وفي ديك الساعة سجد تومة وآمن وقال له المسيح انت أمن تي حيتشوفتيني بالحق سعدات اللي أمنوا بلا ما يشوفوا مدد أربعين يوم والماسيح كي يظهرني الأتباع ديالو للناس وبزاف ديالناس ساقوا الخبار بالقيامة ديالو وباللي هو حي ومن اللي جل وقت باش المسيح يطلع عن السماء وصل أتباع ديالو باش يوصلوا خبار الفرحة للدنيا كله الخبار دي المجي ديالو نهاد الدنيا والخبار دي الأعمال اللي دار والخبار دي الموت والقيامة ديالو ومن اللي كان اللي يوصيهم هبطت واحد سحابه من السماء وغطاته على عينه واترفع عن السماء وكلهم كي يشوفوا ومن بعد هاد شي ظهروا جوج دي الماليكة نلأتوا بعد المسيح وقالولهم المسيح اللي يطلع عن السماء قدامكم ماشي يرجع بحالها الطريقة اللي يطلع بها هو مشابش يوجد لموطعن كل الناس اللي يأمنوا به واللي غادي يأمنوا المسيح بيده عدل ودارنا الطريق اللي لدي وصلنا لله علاش المسيح مات على الصليب المسيح مات على الصليب باش ينجينا من دنوب ديالنا ويديرنا العلاقة مع الله المسيح النقي اللي ما فيه حتى شي دمب رفد الدنوب ديالنا ومن اللي لن أمنوا به ولن توبوا الله كيغفرنا دنوبنا وكان وليوك بحال ما عمرنا ما ديرنا شي دمب وكان فتحه صفحة جديدة مع الله وليعطينا القوة والقدرة باش ما نديروش الدنوب مرة أخرة من لي كان المسيح عايش في الأرض عطانا بزاف دي الأمثيلة اللي لدي فهمنا المعنى دي الحياة مع الله قال باللي كان ججد الطرقان وحدة واسعة وسهلة بالحق النهاية دياله الموت وجهنم وحدة ضيقة وصعيبة بالحق النهاية دياله الحياة والجنة كنا كنخلقه بطبيعة لدمير الشر والفساد وكنختاره طريق الشر ديما حيث هو الطريق الساهل بالنسبة لنا يسوع المسيح جابش يعلمنا كيفاش نبعده على هذا الطريق الساهل ونختاره طريق الصعيب وهذا الشي بالإيمان به وبالضحية دياله على الصليب وكذلك بالتوبة من الدنوب عزيزي المستمع وضعطيني قلب جديد أنا باغي انتباع طريقك ونعيش معاك هنايا في هذا الدنيا ومنلي نموت معاك في السماء وكنحمدك ونشكرك حيث قبلتيني باسم يسوع المسيح أمين یعنى ومنلي نسوء في هذا المسيح استعادها ومنلي نسوء حيث أمين ومنلي نسوء اشتركوا في القناة